طب واحدة نتكلم عن المسرح بقى ما ينفعش نجري على خطوة انه حضرتك عملت برضو اشتغلت مع احد عظماء واساتيدة وكبار المسرح استاذ الكبير فؤاد المهندس اه طبعا دي واحدة برضو من التجارب اللي كانت في بدايات مسيرتك الفنية مش كده ما هو الاستاذ او بكر عرفني من الاستاذ فؤاد وعملت سيدتي الجميلة وعمرك قد ايه استاذ فاروق لا انا بخرج اه تلاتة وستين حندسة اه عملت دي تقريبا تسعة وستين اه يعني مثلا كان عمر حضرتك سبعة واشتون سنة و بعدين كنت ايه مركز في الشركتي اه كنا مكلفين كمهندسين اه بأمر تكليف يعني بالأمر لذا ما كنت اشتغلت نفذ الأمر ده اه بتقل نيابة تجيبك تكليف انك تروح المسرح لا كمهندس اه تكليف الاساسي كمهندس اه فكنت يعني وصلت الشأوة يعني في درجة كويسة واللي انت يا فاز غاملا ده اه كنت على شافة مدير ادارة يعني ورغم ده حبك للمسرح كان بيه اختفق لا ساتر يا رب يا ساتر يا رب على العذاب اللي شفته عشان اخرج من وصانة الحربية في قلب عين حلوان اه عشان اروح اعمل بروفة مع الاستاذ الفواد المهندس في رواية انا فين وانت فين كنت مساعد مقرج معا ام ومعاده الساعة 11 طيب ومعاد مقدس اه وانا في الشغل معاد مقدس اه بس بتي العربية تاخدني الساعة 6 الصبح اروح بقى ازاقت حال عشان اخرج وعشان اخرج واركب ايه اه عذاب ما بعد وعذاب لكنه كان في غاية كنت راح قبل حبيبتي اللي هي قشبة المسرح يعني اه وابتلت الانطلاقة بقى يعني اه